خلينا ندخل في الموضوع عشان موضوعات عندنا النهاردة كتير قوي هبتدي الحقيقة من المطب الاخراني مطب البنك الاهلي ومفهوم طبعا لانه انا كواحد من الجمهور في حالة غضب ده شيء مفهوم جدا في حالة عدم رضا عن المستوى برضو مفهوم في حالة عدم رضا عن يعني انه لعيب ياخد فرصة وما يعرفش انه هو ينتهزها ويختنمها ويرجع مرة تانية وينال ثقة الجماهير برضو مفهوم لكن ده ابدا مش معناه ان احنا نقل ب180 درجة فرقة لسه فايزة ببطولة افريقيا ومن قبلها فايزة ببطولة السوبر فما ينفعش يبقى اللعيبة بقت وحشة ومش عارف ما ينفعش تلبسيشة نادي الاهلي والمدرب النقل ال180 درجة دي انا فاهم طبعا جمهور النادي الاهلي الواعي جدا 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 ودول الاغلبية الكسحة اللي بتعرف امتى هو ممكن يكون الوقت المناسب انها تدعم فرقتها وفي مواسم كتير جدا بالمناسب الاهلي كان بعيد كان بعيد جدا وتأخر جدا جدا وناس قالت انه استحالة حتى يرجع ياخد مركز متقدم في الترتيب وبدعم الجمهور في المواسم دي وهي كتيرة يعني ما فيش عندي مجال ولا وقت ان انا اذكرها كنا متأخرين بتسع نقطة وكنا متأخرين بتلاتاشر نقطة وناس قالت لك استحالة الاهلي يرجع ورجعنا واخدنا البطولة انا بقول لحضراتكم في 2011 ده نموذج 96-97 البطولة الاشهر 97-98 كل دي مواسم الاهلي فيها كان بعيد كل البعد عن بس ان هو يدخل في مجال المنافسة ورغم كده قدر ان هو يرجع 2019 عشان ما رحش بعيد اوي مع حضراتكم اتقال كده نصا انه النادي الاهلي بينافس على الهبوط او على الهروب من القاع او على الهروب من الهبوط المحتمل موقف الجمهور في التوقيت ده كان حاسم جدا وفاصل جدا انا مش بشبه بالعكس احنا موقفنا الفترة دي او السنة دي او الموسم ده على وجه التحديد افضل بكتير ويمكن زي ما بيقولوا كده ربضارة نافعة يعني فكرة انه كان فيه فارق الى حد المال العيبة بتبقى بتشارك في اكتر من بطولة عندها تركيز في بطولة اكتر من بطولة بطولة دوري الابطال خلينا نقول انها كانت محتاجة اكبر قدر من التركيز فيها عشان تقدر تحسم البطولة العشرة في تاريخ النادي الاهلي العيبة جات من السفر على تمرين في الوقت اللي كل فرقة طبعا مرايحة وكل الناس اجازات وكل الناس بتحتفل بعيد الناس بتشتغل وبتتمرن وبتلعب مطشاط طبعا ده مش مبرر عشان بس الناس ما تقولش انت بتبرر ليه لان انا مش راضي زي كل الجماهير عن المستوى اللي ظهرت بالفرقة في المباراة لكن الاهم من ده ايه نهد ولا ندعم نكسر ولا نبني هو ده انا بقوله لان للأسف للأسف وطبعا جمهينا دي الاهلي اللي موجودة على السوشيال ميديا فاهمة ده كويس قوي انه في ناس بتسخن الامور عشان تهد وتكسر في الفرقة وبالتالي ما بقاش عندها القدرة انها تكمل مشوار راحنا بعيد ابدا على الاطلاق وكل الامور بيدينا مش بيدي المنافسين حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها ومضطرين نقول ان احنا محتاجين ندعم مرة تانية عشان اللعيبة تحس بالثقة وتحس بالدعم ده فتقدر تكمل مشوارها اللي في منطقة صعوبة بالمناسبة مطلوب منك يعني احنا كنا نتكلم قبل الهواء والزملاء ناس قلتلك لو في لعيبة قديمة من الاجيال اللي فاتت في نادي الاهلي دخل دورة رمضانية جماهير النادي الاهلي عايزة هتكسب الدورة فبالتالي الموضوع ده يعني عشان قتل اباحسن مطلوب من جماهير النادي الاهلي تركز اوي في كراستها وتبص اوي في مشوار فرقتها وانا واثق الحقيقة ان كل الدعم هيكون لفرقة النادي الاهلي فيه كل البطولات اللي جاية وان شاء الله قادرين على حصدها كلا امك